هذا المشهد هو لتصدي المضادات الجوية الخاصة بالسفارة الأمريكية في بغداد لعدة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء ومحيطها وأسفرت عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح كلهم عراقيون حيث سقطت أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء وثلاثة صواريخ أخرى خارج أسوارها وفقا لخلية الإعلام الأمني في مشهد بات مألوفا لدى سكان العاصمة إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية جاء بعد أقل من ساعتين فقط على إعلان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر عن سحب واشنطن جنودا إضافيين من قواتها المنتشرة في العراق بحلول الخامس عشر من كانون الثاني المقبل ليصبح عدد القوات المتبقية الفين وخمسمائة عسكري وعلى ضوء تلك المعطيات فإن قرار إغلاق السفارة ونقلها إلى أربيل قد يتجدد وبات خرق الهدنة بين الميليشيات الموالية لإيران وأمريكا ينذر بانتهائها وبدء واقع جديد على الساحتين السياسية والأمنية ورغم تأكيد وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين بأن القوات الأمريكية المتبقية في العراق غير قتالية إلا أن المتحدث باسم ميليشيا كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي صرح بأن قصف السفارة الأمريكية هي رسالة مدروسة بدقة لتذكير الأمريكيين أن المهلة لا تستمر إلى الأبد على حد تعبيره تصريح المسؤول في الميليشيا من شأنه وفق مختصين أن يقود إلى تحديد هوية منفذي القصف لسيما وأن حكومة الكاظم لم تتهم أي جهة بتنفيذ القصف مكتفية بوصف المنفذين بالخارجين عن القانون ومتعهدة بمحاسبتهم عمليات القصف على السفارة الأمريكية في بغداد بدأت بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد حيث تحركت بعدها الميليشيات الموالية لإيران بقصد الثأر للمقتولين لتنفذ عمليات قصف شبه يومي بهدف إجبار القوات الأمريكية على الخروج من العراق قبل أن تعلن ميليشيا الحشد عن هدنة في أيلول الماضي مع الأمريكيين أوقف على إثرها إطلاق الصواريخ بعد تهديد واشنطن بغلق سفارتها في بغداد أما المتضرر الأكبر من هذه الهجمات هم العراقيون دون سواهم موسيقى